أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إن الله عز وجل خلق الجن والإنس للعبادة والمقصود من العبادة هو الإذعان والخضوع لله عز وجل وتعظيمه ورفع ذكره ونشر صفاته وأسمائه في البشرية فلذلك سهل الله ذكره وجعله في منتناول جميع البشر العرب والعجم الصغير والكبير العالم والعامي لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العبادة التي هي ذكر الله هي خفيفة ولكن أجرها عظيم وجزيل وقدرها في الميزان ثقيل وقيمتها عند الله عظيمة فيحب الله عز وجل أن ينشر ذكره ويعظم ويكبر ويسبح ويحمد على جميع أحوال هذا الإنسان لذلك شرع الله جميع الشرائع والفرائض من أجل رفع ذكره كما جاء وأقم الصلاة لذكره ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج قال الثج والعج والعج هو المقصود رفع الصوت بالتلبية وبذكر الله عز وجل فما شرعت العبادات ولا جعلت الأركان ولا شرعت هذه الشرائع إلا من أجل ذكر الله ورفعه ونشره لذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ويقول عز وجل في كتابه فاذكروني أذكركم ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكر هو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله يقول في الحديث الصحيح ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله وجاء في الحديث الآخر أن أنجى عمل وأرجى عمل لهذا العبد الذي ينجيه من عذاب الله هو ذكر الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله وفي رواية قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع فنجات هذا الإنسان في حياته الدنيا ونجاته في الآخرة هو منوط بذكر الله سيدنا يونس ذكر ربنا عز وجل قصته علينا وبيّن أن سبب نجاته من الغم وإخراجه من بطن الحوت ونجاته من الهلاك هو ذكره لله عز وجل ترجمة نانسي قنقر